سوف نبدأ بتحضير مرقات البطاطا والكاري الآن الوقت لنا لتحضير البطاطا لتحضير البطاطا 4 ملاعق طعام زيت 2 باون بيف 2 باون لحم بقر مقطع إلى مكعبات بصلة واحدة كبيرة الحجم مفرومة 2 فصوص ثوم مفرومة 1.5 باون بطاطا مقشرة ومقطعة على شكل مكعبات 1 تي سبون كوري باودر ملعقة كوب كاري 1 تي سبون مكس بايسس ملعقة كوب بهارات 1.5 كوب طماطا 4 كوب ماء 1 كوب طماطا طماطا حجم كبير مقطعة أرمفرومة 1.5 كوب الطماطا 1.5 كوب مصر 1 كوب طماطا مكسر 1 كوب طماطا مصر 1.5 كوب طماطا مصر 1.5 كوب طماطا مضحة التمر هندي صلت ملح نبدأ بطبخ اللحم نبدأ بطبخ اللحم نبدأ بطبخ اللحم نبدأ بطبخ اللحم هنا انا اضع اضع 2 طبخ ملح زيت زيت تقريبا ملعبتين طعام نترك الى ان يحمى نضيف الزيت حما الزيت حما الزيت حما نضيف قطع اللحم ساتي امطر نحن نحرك يجب ان يجب ان تسير اللحم بطبخ يجب أن نقل اللحم بطريقة أحسن ويحافظ على كل المواد الموجودة باللحم الغذائية حتى كل المواد الموجودة بطريقة أحسن ويحافظ على كل المواد الموجودة بطريقة أحسن المواد الموجودة بطريقة أحسن الآن أحضر أحد أحد أصبحت أحد ماء أضيف كوب واحد من الماء ويحافظ على مقارنة رح نتركه إلى أن يغلي الحرارة لتعبير دمت بالضيط اغلي الجزة اتركت الأبعاد نحن نفر بشعور ونحن ندعين الحرارة ونخطى تقليدي ملتاً على 3-45 منتظر الوال وهنا الجزة تقليدي تحضير مرقة البطاطا و الكاري بعد طبخنا اللحم نضيف قليل من الزيت نضيف قدر نضيف مرقة البطاطا نضيف قليل من الزيت نضيف قليل من الزيت الزيت حمى نضيف قليل من الزيت نضيف قليل من الزيت نضيف البصل نحرك إلى أنيلين البصل الزيت حمى نضيف الزيت نضيف الزيت نضيف البصل نضيف قليل من الزيت أخرى نضيف الزيت نضيف البطاطا و الكاري نضيف القليل و نضيف نضيف حتى نضيف راح نقلي البهارات والكاري ويا الزيت راح ينطينا نكهة كلش طيبة وطبعا راح يركز يسوي طعم البهارات يكون اكثر مركز وينطينا نكهة كلش طيبة للكاري راح نضيف نومي البصرة ورا ما اطحنناها راح نضيف قطعة البتاتا راح نحرك الى ان تتلوث كل قطعة البتاتا بخليط البصل والزيت والبعارات والكاري راح نضيف الطماطق المقطعة ونضيف المخبرة نضيف البتاتا ثم نضيف الماء المكتب الى 3 كبس الزيت ونضيف الماء البصل سنخلط معجون الطماطع مع الماء المتبقي نضيف التمر هندي نضيف التمران نضيف الخليط الى القدر نضيف الملح نضيف الملح نحرك حتى نتأكد من انه كل هذه المواد انخلطت كل الزين نضيف الخليط الى القدر نحن نترك الخريط الى ان يغلي دايما انا احاول ان اسوي نوع من المرقة نقدمها ويالكوبة الموصلية ومرقة الكاري هي طبعا كلش طيبة انا راح تكون ويالكوبة تقدرون تسوى اي مرقة اخرى يمكنك تأتي اي مرقة اخرى اذا يعجبكم الخليط بده يغلي متغطي ونغطي نضع الحرارة الى ميديم ونغطي ونطبخ الى ان تمضج البوتاتا وطبعا السوس يكون ثخين وتتكوك حتى الى البوتاتا والصوص قد تستغرق تقريبا تستغرق 20 الى 25 دقيقة طبعا حسب قطع البوتاتا بحجم اكبر تستغرق وقت اكثر تستغرق البوتاتا تستغرق البوتاتا تستغرق الى 20-25 دقيقة